في الوقت الذي كان جيش الاحتلال الصهيوني يعلن بدء عدوانه على قطاع غزة خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض ليعترف رسميا بالسيادة الصهيونية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة بقلم أسود آخر وقع ترامب قرار اعترافه بسيادة الكيان الصهيوني على هضبة الجولان السورية التي احتلها عام 1967 بعد توقيعه قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة منذ أشهر قليلة وبذلك أطفل مرسوم الصبغة الرسمية على بيان ترامب في الحادي والعشرين من الشهر الجاري والذي قال فيه إن الوقت حان للولايات المتحدة لأن تعترف تماما بسيادة الكيان الصهيوني على الجولة نتنياهو استبقت توقيعه على القرار بشكر ترامب الذي وصفه بأفضل صديق عرفه الكيان الصهيوني كما أشاد بخطوته التي وصفها بالجريئة وقال إن ترامب نفذ كل تعهداته سواء بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني أو بفرض عقوبات صارمة على طهران أو بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني والآن بسيادة الكيان على الجولان السوري ترامب بدوره أكد أهمية تحقيق الأمن للكيان الصهيوني وقال إن أي اتفاق سلام في المستقبل يجب أن يحفظ حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها من أي تهديدات سواء من سوريا أو إيران وأضاف أن التحالف بين واشنطن وتل أبيب غير قابل للتفكيك ولم يكن قط أقوى مما هو عليه الآن بحسب تعبيره دقائق مرت بعد توقيع ترامب قرار الاعتراف بالجولان أرضاً صهيونية حتى حملت معها الكثير من البيانات والتصريحات العربية والدولية الرافضة لهذا القرار الذي يزور الحقائق التاريخية والسؤال الذي لا يمكن لأحد الإجابة عنه حتى الآن هل سيصمت العالم وبالذات العربي منه عما جرى اليوم كما فعلوا تجاه الاعتداءات الصهيونية على القدس والمسجد الأقصى أم ستقودهم صحوة تنقل هاماتهم من وحل مرغت فيه على مدى سنين طويلة إلى قمة تعيد إليهم تاريخ أمجادهم المعهود ترجمة نانسي قنقر